ونكملوا القيصة دينا ونجعلناها وفعلا مصلاة ملاك وحسام جاء فرحانين استقبلوهم مازين امورات تعرفت عليهم ملاك هاجباتهم وعجبوها وضغيتهم مع بعضياتهم جاء رجعين في الطريق معوصلوا القصر جاء شافتهم مرأة وما يخرجوا كي يجريوا لعنده عن قايله ولا فرحانين بها الصغر مدراري ويقول لهم مراد ولا شما يرجعنا احنا يتقى واحد مع النقنة قرر بحسام ديك الساعة ويقول لهم احنا مشيئة واحد جملي جم اذا كي شبه في الاول مرة كي بل امدك المرحل لاشحالتي ما شافه وسنين تحركات تمالا كجهة ناهد بس لا يدها عدت المسلاة ويقول لها سوحشكا ماما بساف ناهد ويصعد النقاط وحشكة في بسي كدو سيلا وقايتها صلى الله في قد الولد عندي ولا لا ودخلو كلهم نجمعوا على الطبلات الماكلة اللي كان فاهمه على الدواء طاب كل واحد كي يدار منهم ويعود على رحلة ديالهم كي كانت فرحانين حتى انه مراد ومزيد الساير مولديك العالق لي مبين المالك وادهم بغيت فاهمه مع بعضياتهم وخمع لكات حشام و هدرسها بالقياس ومع ذلك ينفهمها ياوية ولكي عصبرها بحل لخصول كبيرة لقد قدر ان تضلي اي حاجة حتى انه منك يبغي يخرج الصباح بلا ما يفطر كتنو الضغية كتتبعه وكتتعطي شي صاندوش وليش حاجة يدعها مع الخدمة ديالهم وليد زوينة كتتحسبو اخوها وكتحسبها خصول كبيرة فلوس داك النهار ليليا مشات الكولية بوحدها لانا ليليا كانت مريضة حتى كيتلقى داكت ساعى وحد الشخص اللي كان معاه في الكلية كان ديما كيلحقه ولكن عمره ما كانت بغيت تهضر معها كانت تغوت في ديك نقيتها كانت تغوت كانت تغوت برعب وكترك فيهم كتدرب برجليها حساس بلا صافي صافي لا الى استسلمات ستكون هذه النهاية ديالها ديك الساعة تبدو كي تجمعوا شي ناس بدو شي شباب اللي كانوا قرب من سما كي حاولوا انهم يفكوا منو وكي اللي لملت حركة السيارة لحو قدامها شي كارتونات وشي حجر ماشي منعوها انها تهرب اما ليليا منهارة كتبكي كي يبنوا لي الناس تجمعوا بدو كي يضربوا فيهم ديك الساعة واحد من دوك الشاباب بسميتو خالد بكي يقول لهم شكاينتو مايا واحد كي يرجع بنتعمو اللي هربانا جابتنا العار وانتو ما مالكم كي اللي منهم بدكي يتيق بدو كي يقولوا الله يستروا صافي الله يحفظوا بناتنا يا ديك الساعة ويا تشبس بحد المرأة اللي بنت ليها والله ما بنتعمو والله ما بنتعمو دكي يحاول يجرى من نيرفز وشفين في مكة الغربية كتدين لها مشكلة او بغيت كدبي وكيفش يلا زيدي يلا زيدي يلا زيدي الدار شنتات في ديك السيدة الكبيرة مبغيشت لق منها حفاك حفاك عيطوا البوليس حفاك عيطوا البوليس والاديون يلقص بيها الشرطة ولكن مغامشيش معها شي وحدين من ذوك الشباب اللي يشافوا البنت كيفش مرعوبة بحلا بذوك يشكو ديك الساعة ما يوقفوا ما يقول لهم صافي واذا غدا نعيطوا البوليس وذيك الساعة يتصرفوا نشوفوا شكل كيف يكذب خاندوا يبدأ كيتو تصرف ما من بوليس ولا حفاك صافي صافي يلا احنا غامشيوا ويطلق لها من يدها يلا بغيرك في صيارة دياله وذيك الساعة ما يوقفوا ليدوك الشاباب شدوا ويقول لهم لا ده باكل شغيب شلسة للموليس فالقاسر كانت ناهيد ومهالك سين كاشر وقاتي ساسولة سعناهيد مالاك حبيبة مليت زوجتي بحوصة نعمر خوصاتك ما جاءوا هنا يا ما شفوناهمش وش ما كيبغوش يوجي زوروك هنا ولا ولا ما كيتوحشوكش لا غيغ غيم امو اراها عارفة بابا كيرفضهاك كيخفي ازعج ومولا موين بحلاكة اها لا لا بنتسي بالعاكس لاش قدين يبرزطونا بالعاكس احنا رولينا عائلة وحدة وانتيرك ختم وهذه رادارك تسميت لها مالك بحانان الهدسي ذا المتواضع اللي معه اها فعلا ماما عندك الحق احنا عائلة وحدة يبغينا نشوفهم وريبني لك انو عندك شي تصورت لي ومع مرة ما شنهم حلت مالك التلفون ديالة بدتك تقلب توقفت عند صورة ديالة توقم ويزعتهم لها ويشافتهم يزقون بسم الله ما شاء الله تبارك الله يشد الجمل هدا مالك لمن كيشبه كيشبه العمي الصغير وانا كان شبه الماما حيث ماما بابا ولاد العم ديك ساعة ويصوني التلفون ديال مالك ويزعتهم بساسم ويزعتهم احنا جبدناهم ميصوني ديك ساعة ويهد مالك 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 الحبيبة كنو كاين فين فين ابلاصة بالتي تهدني باش نفهمك واخا واخا ما تخافيش انا شويو نكون عندك ديك ساعة ناعد مالك تشوف لها قادية المالك مالكتك مالها كتقول بلا كين عند البوليس وقعد لها شي حاجة ما فهمتش شنو ديك ساعة ويطوني على حسام ما جاوبهاش تطلس مع ادهم ديك ساعة ساعة كانت تلفون دياله او لكي طلع لها بلا غير مساحة ديك ساعة نتقف زاعة قاتل حماسة لجاوحد شي واحد فيهم تعلموا شنو كاين ما خارجونتك تصدم بازين حزتهم جاود ما عبدوكي سيلو اسمح لي هم هذا الخارج تفيك وايش صغرب فين غادة ليش كاتبكي بحل ذاك الغاريق اللي قشي خشب غايش تفيها اختي الصغيرات تصلت بيا كان عند البوليس ومعرفش مالهو كنت اصل بحوثة مؤدهم تلفون هلو مصدود حوثة مر عندوش شي معهو فعلا مش هتمعارك بسحده ويا كاتبكي صافي الله غايسكسي خير ان شاء الله بناس كاتعود له شنو قا شنو سمعات وملا اختالي ليا باري اما ما كاتخورش بوحدها من غير تسوأم ديالها وعاد ما كاتعرفش كيفاش تصرف قا يشوفها مازين ويقول لا ما تخافش انا معاك وقد ينحل الوضع ديك ساعة صونا التلفون ديالها ساكتلقى لا اسم ديالها دهم غا سمعات صوت هو كادر ويا ملك شنو كان كتف الشي معو يلا ساليس ادهم كتف حتاجه اكضروري علش شنو كان غادل عند البوليس اختي شباب هكا برصدو ما عارف شنو قا وما عارفش تفاصيل واخا 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 ديك ساعة ويسقطع ويسوله مازين ويسوله او غايس مقنين سمع فعلا وصلوا لقاسم ديال الشرطة وطلقوا على بره ودخلوا مليه يعرفوا الولاد بالكنية ديالهم ديج عارفوا ام بيلا كيجيوا لادهم لانه سوا كان ضابط ديال الشرطة ديك ساعة دا كيعود لهم دا كنتضابط اللي كان مسؤوله للقاتية انه واحد الشباب ملي جابوهم وقالوا واحد منهم انها بنت امه وهربانه بغي ياخدها ادهم ديك ساعة كان سبقهم عارفك على الاخبار اللي كان شوي عادة كيدخل عندهم داك المكتب القليلية ديك ساعة معنقها مالا كسبك لها وكاسعود لها دخل عندك الضابط اللي مسؤوله للقاتية ويقول له اشنو كين قال له داك الضابط ملران عائلة ديالتك الشباب دايج عجب المحامي كان معهم على بره ولكن هو دخل عائلة ديالبنت ويقرر منها ادهم يتقل عمالك حذره ادهم حسام يعني غي تطمني وهذا مازين مولد عم بوصافي ادري بعان راح تسكب حالك اصدري مع حسام هالذات اللي هي وجهة غايت صدرات معينيهم معيني مازين في وجهة افق قلبها كان كي ادري بعان راسه يقول اي شهد شي ادي راجة واراتي ممكن شو حد انه يشوفها وما يحش برأسه بلا كي يشوف وفي شي حاجه اللي خيالي فقع لها كلامه الادهم كي برستني من شحال هاتي ومش يدرت فيه شكوه في الجامعة في الادارة ولكن موقع والو اخر مرة اخفت منه قلت هالليليان تقول هال الخوي حوسام اللي يرجع من السفر لاننا اخفنا على بابا منه ولكن ما جاتش الفرصة واستغل الفرصة ان يكسب وحدي واليوم عملي شفت وخفت وحاولت نجنبه ولكن ديك الساعات مجي عندي ووزو جمعه وديك الساعات تلبس منه انه يدخلوه بزز مني ولكن وهو حتوسط لهنا ديك الساعات ويتلفث مازين كي يشوف فيهم حسب الغضب من هاد الشبب هادو حسب النار شعالات في الداخل ومحلقتوه ولمراتو ومعرفش اشنو ولكن ديك يتخيي شنو كان غيوقع له وكن معتقوه دوك شباب منهم تكسب المحضر على اساس تحرش ومحاولة تخسي طاف ولكن الاب ديال واحد منهم دك خاليد ندخل هكا ودك الساكبور ديالو المحامي مورا قل يمون دي انا مربي وده عائلة كبيرة او ماشي ديالو ديك ساعو داك الدابط ويرجع بدهروا الكرسي ويقول له هاد الشي اللي تكسب المحضر مخرجناش من راسنا ومعها ستات قريبا ديالو من غير اللي ما يجوش وخلو الارقام ديالو ديالو التلفون الى استحتاجناهم للشهادة داك بباط خاليد ديك ساعو ويتلفت شاف مالاك ويخسل شادة ومازالك كتب كي ويقول لهم بيناد البنت عرفت انه من عائلة غنية وقالت بالعاني تحط ديرها فيها ويخرج منه بشوية الفلوس مازين المحاسم عديك الكلمة ويضربه ومازين متشي وحتى طيحة ويقع الكرسي بزيزة فكو منه دا المحامي ديالو مكيغوت كانت تعمل الأستاذة دا بالاتداء على الموكل ديالي وشبكات القادية بناتهم ديك ساعو ولكن داك الابدي الخاليد مني في الأخر عارفه عارفه من اناء عائلة تخلع لانه ديجة كان عنده كان عنده شي شيخدمه وشي صفقة كمحة محبوسة مع حسام تخلع انه صفقة ديالو قدي تساعده وعارف النفوذ مني عارف انه معلك اراها مرات حسام وهذا كل دا عمه صافي خاف من النفوذ ديالو وعارف واشنكاي يديرو الكلمة ديالو موازنة في البلاد ليليا ما برهم داك الخوف اللي كانت حاسة دي ولكن حسس وحد الامان في الوجود ديالو كلهم خصوصا ما زي اللي دافع عليها جوش لمرات بلا الخوف اللي من الزميل ديالها اللي كان واقف او للنفوذ ديال بوا اللي بان قليل قدام النفوذ ديالها لاختها مازين كان متابع اقل حركة حسس انه حشمات من عيني اللي كل مرة يتابعوا انتك الساعة ويوقف ادهم ويقول لهم اي لحوثة معرفة شي اللي يوقع من ولادكم عمرهم ما غي خرجوا من الناي ولو خرجوا من النا بلا ما تسولوا عليه ماذا غي يوقع لهم اديرها بالنسبة ليه ماشي بنت حماسه ولا بنت حماسه اديرها بالنسبة ليه وصم معارفين مزيان شنو يقدر يدير داك شي لاش خليوا تحل قانونيا حسن حفاظا على ولادكم ولكن ياريت المحامي يخرج مننا ولاولي خلينا نتفاهم مالي كانوا كي ادرهم ما دو كدراني لاخالي لذاك الولد الاخر مروا ان كانوا ميت من الخوف عارفوا بدك النفوذ ديالهم خصوصا مالي ادهم عددهم بش حال من حاجة انه يقدر يطيح شركة ديالهم يخليها كتفلس الوضع ديالهم دي العائلته ماشي بسيط وماشي سهل وعادهم ما يقدروا يدخلوا معهم في المنافسة واحد من دو كدراني مروا لم يسمع تشي ويتخلع ويقول لهم را قتلي ديال بنت محطار مراسة ومعنداش معطر قناد وقتلوا لبغيت يا قاسر تزوج بها ورفض وقال يا انا غنو خد من اللي بغيتهم بعد خود انتايا حسن ادهم ديك السعب النار كتشعل فيه مليفهم المغزى ديالكلام وديك السعب ويقول الضابط تبسط لدرا عندك انا في المحطر فاضل الوقت هذا كله مليليا انت خائفة حسنها بقلبها مقبوض مليفتش لماذا حسنت بتتوأم ديالها كتشوني 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 ومليفهم مليفهم ويتخلها ليليان مليك واشن انت عندها ولا ما فهمتش مليفهمتش ويقول لها شوفي انا غدي نتصل بكدابة وغدي نشرح لك شنو كين كوني واجدة وخرجي مع بابا دابة بيجيوا لعندي انا قربت نخرج فكت وجود فراسة وخرجها تكملت الباسة وخرجت عدم امها قتل بلا غدا عند مالك خدعت ليليان تاكسي مباشرة للقدام لقسم ديال الشرطة كان ديك ساعة ليليا ومالكين لا خارجين بدتك تصوني لها جواباتها ويتخلها ويحنين لا خرجنا يتزلع ليليان يدها صافي لشتكم ويسوه لأدهم شكونا ديالي كتذر معك جواباته اختي ليليان وصلاة ليليان قاتلهم السلام عليكم وجوبوه عليكم السلام قربت ديك ساعة من ليليا وجرعت عن القاس وبدو كيب كيب قاعدت كتعاسبة ليليان ما مازالوا في الحضنية لبعضهم الناس اللي بقفل معهم قلت لك حبيبة ما تمشيش بوحدك وانتي صممتي تمشي بوحدك قلت لك سنعيني سنبرا ومشي انا وياك كانوا غايا ياخدوني بزز مني اختي كانوا غايا ياخدوني بكتشغل نشوفكم مارا أخرى كتخيفها بزاف حسما هذه الملحوظة اهلا قبلها وذلك الكلام ليك تخرجوا وذيك طريقة ديال الطفولية بحلك تضربوا في مقسل عدمك يشوف في يوم جاتوا مغريبة ذيك الطريقة كيف اجدار وعدوا يقول لهم مالاك وكيباليا وش انت ابو ماشي من هنا او لشنو تاسمحتي يتقول لهم الا الا الليلة من هنا ايام صح من هنا وهذا الجمل هذا كله ما تقول لهم هذا الجمل كله مننا حشمات ليليا وليليا نهبطوا عين يوم كي يشوفوا في الارض حشمانين لنستطيع أجوم مشاكل وليكه ممكن ان تصلي بحسام لا 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 أعطي لا 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 ادخلLA اصلا سوفمت بحسامين هكذا كلام الكبير تحضير ويقولان ما هو رأيي يلك اصلوا الاخان للقصر على حدثات مالك على حماسها فتطمني عليهم سبعة صامي ومعرال من اللي وينتصولها كيف يبقى تبدل ذلك الخوف والقلق من يشافتهم بتاسموا الى واحد يسامحون ويقولون بسم الله ما شاء الله والله لك سنتمنى نشوفكم سبحان الله كسب لي نشوفكم اليوم قربوا منها وسلموا عليها اما مارا وماء يوقفوا كي يتأملوا هذا الجمال يخطف الأنظار تقرحوا هنا تزورك وذيك البراءة وذيك الملامح الطبيعية وذيك البشرة البيضة الحليبية مالاك بدأتك تعرف أخوات تعالى ماء ومارا سلموا عليهم حتىهم ما بحالك يعرفهم مش حالة دي عادي يتظر مع أخواتاتهم كنا ثلاثة الخواتات ولينا خمسة وقلت افصالهم كي يهدروا أعودوا لها شنوقع كل شيء تضمعت وتخلعوا حتى اللبنات قالوا الله الحمد لله على سلامتكم لله نجاك منه مازين غاك يسمع لهم زو يتكلم كانوا عندك اليديا غلنخذ لك حقك حسن بعد ما يخذ العقوبة ديه غا يخرج غيلقى الأسوأ الكوابيس كتنا كلهم تلفزوا لي بالصغربي من ديك اللهجة دياله ودي مع زيلي غا ضحك تفليات عمرش واحد ما شفو كي يهدر هكا ما هذا مالاك حساس بالإعجاب دياله من اللول فش يلا وصلوا لعنده الطريق مني كانوا في السيارة كان مالاك دايج عطس الباعه حسن وعودت لي أشنوقع هجة ديك الساعة ما يلاك يقلصوا بش فيسا كيدم داخل ما شفوه البلاد مضوا عنده كي يجريه وكيسلموا علي ديك الساعة نقم ويقول لهم لأني ما كنتش حاضر في الوقت اللي كنتم محتاجيني ما لها كانت تشوفي العين دياله كله بعشق ليه ما كانش بالنسبة لها مجرد زوجة عاشق لها ولا تدك المصدر ديال القوة والأمان لا لها للخواتاتها ما تكلم حسام ويقول ليليا كوني هانيا غادي نوريهم شغلهم زيان غادي نضرب الأسماء ديالهم في البورصة ديك الساعة مع الأخر رسم الهدوء دياله ويتقول له لا 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 أعفك لا إلا الخدمة ديالهم ويقول له وش قدرة تسخيلي شنو كان غايم ممكن أنه يقع الخزن كون كانوا خداوها عارفة مجرد الفكرة راه دراسة في خطرها يزقله ولكن أنا عارفة أنه يستهلكسر من هكا ولكن راه كين خدامة موظفين خدامين معهم محتاجين لهذه الخدمة هاتي وفعلا يمكن ما فكرش هات النقطة هاتي فكر غا أنه ينتقم لها ويفعز الأزمة دياله وما زال مسئل معانا لخصهم وعلى ذلك فكرات في ناس خلين ويسكمل كلامه صافي بارك عليهم هاتي راه مازين دربهم قدامه وليديهم مقدروا شي دافعوا لهم ساعة داخل الأدهم عيني على ليليا التي كانت تصدر مع مي ويشفتو كي يشفها في تسعينها بالحشمة مع وصل الأدهم تبدل الجو تحكي معه كل شيء تبدل الوضع ونساوديك الواقع كلهم تجمعوا للمطبرة الماكلة كلهم مجموهين في جو عائلي ويشفتو في مواضع مختلفة حتى المونار غدا وقفت ليليا كل يوم تشرفنا بمعرفة ديالكم ولكن يجب علينا عرض على اليوم مازين أن يوصلون ويقولون حسام أنا سوف نوصلكم هذا قريبا أسبوع كانت مالك رجعت في الكلية ديالة كانت في آخر سنة وكانت حبسها بالقراية ولكن ده قدرت أنها ترجع وصبح حسام خلاك أتكمل صلع لها وحد رقم غريب مني جوابات قالت قاله يتسمع سوس ما عرفاتوش كيثول على سميثة وقال لأنه فايل خير بغيها تحل العينيه على الحقيقة رجلها اللي كيخونها مع طريقته معجباش كلامه ذاك التهام الحسام ديك الطريقة بيتقله شو كنت لك أصدر على رجلي؟ ودبا مع طالق سونة كايدو الأمجاد اللي فاتت سونتي ناعس الأدنيك حيوان سايا رجلي عمرو ما يخوني نهائيا كون كان بغير يرجع ديك نادا كورجع عش حال دي ساحد مغايي منعو تي حرة ركاين عنده دابا اعطع العنوان ويقطع الخط قال ساكت شوف تليفون ديالة لما تيقاش داكش اللي سمعته في الشقة ديالة نادا طالق ساكت حسام قال ساكت ساكت حسام والله هاتشي لوقعي نادرت تكشي بزز مني كون ماكتشي دخلت اليوم كان ورجال وغي قتلوني دا حسام كي حاولي هدنا تهجعت جارسة جابت واحد العصر ديال الليمون من العذا باشتشدن وجابت عصر واحد اخر لحسام رفض حسام في اللولي شرب من ذاك العصر قال لا لا شكرا ويزقلون العذا شربوا شكرا الحزو قفتي معايا شربوا بالرتبة صافي ماشي مشكلة انا طمنت علي كل موضوع تسالة مبقاش غادي قدر يقاديك صافي ضروري يخطي نخرج ده بنتحرك ويتميل علي نادا وذكست العصر طح لي بقصد انها كانت متسل الخوف علي وسمح لي اياه بقت الاعصاب ديالي هي انا مقاش قادرة انت تتحكم في ايدي قف حسام كين فضل الشميز دياله ولا فاس ماشي مشكل ماشي مشكل ويتشد نادا شدات له ذاك الفاس دياله وماشي ده كانت تحاول تحلو الأزرار ديال الشميز ضغي 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 نسبلها لك ضغي نشف هاي ده بغت تكون ماشي ده حشو بس بشي بهاك ويبعدي ده ضغي للا شكرا مشي مشكل ديك الساعة شافت في الباب وياكت مديتها مرة اخرى كانت تحلو دكس ضعيف ديال الشميز ديك اللحظة كانت مالك واقفة احدى الباب كانت شوف قادة كش اللي وقع ويتقول لنا بعد ما البحاثة شكنت ومعاكت الفتحه وصعب كاتبلنو مالك واقفة خفق قلب واحد الصراحة الأول مرة ينكر حسب الخوف خوف من أنه يفقدها ولأنه تفكر فيه بطريقة خيبة ديك الساعة ويدفع لها يديها مالك عفاك متسهميش غلط والله ماكينشي حاجة بدأت كاتشوف فيه مقدرش تحكم فراسة بدأت كاتبكي خلاتهم ونزلت كاتجري ديك الساعة متالقاس بصراحة وخلاتهم حسام تبعث هو كي يجري كي يصدق صدايب ديال الشاميز اللي قدرت ندأ اللي أتحلهم كي يطع لمالك مرعوب فقاك يقلب عليها دا سقعتك الطرق اللي خرامين ولكن وخايف وحسب واحد الألم راهيب كي يحس به خايف وكي تتصاصلوا التليفون دياله بصدود ديك الساعة مباشرة رجع القصر بعد دخول كي يصول ماما واش رجعت ويتقول له لا حبيبي ما زال ما زال وقصة لأنها ترجع ده ماش بياون شي غير التليفون دياله بصدود قلت نشوفه رجعت وليلا واخا تتصوم ليس وصلن كل اساعة يطليك رجعت تصل ديك الساعة بليلي أصولها تصولها بطريقة مباشرة وعرف بلنا مالك ما كانت شدار مالك دا كل وقت كانت باقوا خفحت بلاسة خاوية كتبكي كتبكر ديك اللقطة اللي شافتها كتبكر ديك اللقطة اللي شافتها كتبكر ديك اللقطة اللي شافتها كتبكر وكتزيد في البكا ممتيقاش أنه كيخلي مرأة غريبة كتقرب لي بذيك الطريقة ويمكن في الملك دياله واحد حسه واحد الغيرة قاتلة مقدرش تشيق الكلام اللي وصلها أنه حل مراته ولكن بسزمنها الغيرة غدقتلها تصل ديك ساعة حسن بأدهم طلب منه أنه يشوفنه مالك وكيثول وشاف مالك ولا تصلت به ديك ساعة قل ولا تهوه مخلش كون سول وفي سول داس خمسة تسوية غي حماق أدهم أعطى الرقم ديال السيارة دياله اللي كانت شرعها للحسام للشرطة ديال المورور كيقلب عليها مخلفين عاود سول وعاود قلب والو حتى أدهم كيقلب معاه داس قريبا نساعة أخرى تكتز من داخل المالك من الباب والمالمح ديال أباين على البكاء والإرهاق ما قالت السلام عليكم كلهم تلفسوا كيشوفوا فيها أولهم حسام اللي مشاك يجري عندها حبيبة والله موقعت شي حاجة أنا عارف ان اي واحد غي يشوف داك المنظر غي يحسب لي بالله وقعت شي حاجة والله ما كانت شي حاجة بناءتنا شاف سي واحد شفها طويلة ويتقول له ماهليش ممكن تلع الناس هيانا ويزير على يدي حبيبة تسيقيني اجي معي ومشول عنده وتقول له كل شي حساس واحد نغزى في قلبها كيفش واقف داكشكل وكيترجاها كيستعطفه وقدم عائلته والكبير دي العائلة بالنسبة لي وبدك المثال القوة والشموخ ما كيضعفش ولا كيدل قطبشي واحد ديك سعوية تقول له تقيقك محتجاش تثبت لي شي حاجة ولا الإخلاص تيالك أنا واثقة فيك حتى لو عيني شافوك بسع سبلا ما يحصي يلا قرب منها ويسبق فوق عفاك ممكن تخلي اليومه فاهلا العياده وبغنس إلا سمحسين تسمى الطالة خلاس كل شي كيشوفه من ذهو والي مستغر به لقدامهم خافت في ديك الوقت على الهايبة لقدم عائلته هو كان خايفة للمشاعر تيالا ديك الوقت نادا كانت مصافقة مع واحد الرجل لكال من الأعداء ديال حسام قلت وكا يضحاك عبرت عليها فتسمت لي عمري مشتوفه تشكل هذا بينا هي لغت كوندك الكارد اللي غرر العبيبه واربحوا كان بغي يموت عليها أنا سنين ولا كنعرفوا لكن عمري مشتوها كم رجعت يا شعر الله دات رجل فق رجل اه وخاها بنت لي هادية قلم لها هادية ويضحاك حرام عليك ديغي الغيرة ديال العيالات أنا رأي طيب نص ديال الثروة ديالي باش ندوز معالي لوحدا يتقاد في القلسة ديالا كاتمس مصلحة ودية تقول له علاش ما لي انا ما عاجبكش لا حبيبه كي بحل ديك القطع ديال المص المزيفة ايد كل واحد اي واحد يقدر يشريها ولكن هي ديك القطع النادرة اللي اي واحد غي يشوفه غي يحمق عليها وغي واحد وصافي اللي كيقدر يتم منه ويعرف قيمتها ما عليك بعد ما طلعت اول حاجة دارتها دوشها تعد لبسات واحد بيجا مبوريها وتسكات يلا كاتتقات في بلاساسة كيتخل تخل حسام جاكل سحدة احدى السرير ودك يعود ليها والله ما وقعت شي حاجة بس محيلي حج جرحتك بلا قصد والله تايلي تصلت بيها كاتتسنجن ودك الرجل اللي فضحتني بسببه قلت انا دارت هالشي لانه كان كيهدي دبه ماماها والصمعة ديالها كتكت تغوت وكتسنجد وطلعت نمشي مشيو حب الفعلة انا اصلا ما كنحملها شغيل ما قدرت شي واحد يحتاجني ونخليه جوميني لا جوميني بكلمة واحدة سمحيني ابقى شحال صوت بيناتهم الا صوت ديالتقات قلوبهم والانفاس ديالهم امام عليك كانت تكاسب كيف سكاسبش مسماش ولكن كان كيسمان اقل حركة منها قل وقيت اتقلم على ذاك الحظ ديالها مش حايل عذا نتقات كل ما كانت تفكر ايه داوية حلا صدرة ويا قاستة انها كان حسب الامخنوقة مقدرش نتنفس ديك ساعة ويقرب من ناحو سانة عندنا قام طيقيني ما كيش في شي واحدة في الدنيا تدير اللي نعرت تقدر تهد شعارة فيها واحدة لكن تي تي يا حياتي تي تي عنديش حاجة كبيرة بزاف تي عنديش حاجة وعادي انا ما كيش كنحمله ويزوج بها عدا بغديمشي غديمت بها تلف ساعة عنده مالك قدرت وجعه في سطر وبدأت كاسبك لا عندش حق ان تحطي الدعلي لا عندش الحق الزحت كلهم كانوا مستغربين كيف هزا مضغية سمحت ليه كيش مرض قدرت دينها في الصباح كلهم كانوا قاسين على طلب الولاد الفطور كيت سننا وينسلوا تسمنا للحوسان شاد مالك من يديها ونازلك كيضحكوا كل شي شافوا فيهم جاوبهم على ذيك التحية مع شافهم مصالحين دوسهم ما كيضحكوا هصلا ما تخاصموش تسمت لي مالك وقلصت حد راجلها يتسولها مي شنو الأخبار تسمت له ويدقل له الحمد لله ويدقل له مرام كسباك نجي معنا اليوما نخرجوا شنو رأيك كينا واحد الحفلة كاسكون كل عام تسولوا ويقول لها ازلها كاميرا سوف بحالك يقول لها ماشي مشكلة معاش نسأل الحفلة يتقل له مي معنا الخمسة اوكي الى كم منا بكالي اليوم غني نوصل لها عندكم يتسولوا ماما تابعكم شي حاجة اليوم ويغن ناخد مالك مورا الكلية وغني نتغطوه برا تسمت له يتقل له اي حبيبي والله يفرحكم والأيام كتدوز بخير وساعد على كل شي ولكن تنية دواره ما كتبتها لحال ناهد كتنا امسا تحمل مالك كتتمنى تشوف الحفاية ديالها كل مرة كتتسولهم وش كانش يولدوا لبني تغيين في الطريق ولمعزال عيشة على امل انها تشوف داك النهار وتنزح فاية داك وماذاش بزاف مشا ادهم وماذا ينبزوش بيهم تلقاوا مع مبات مالك وطلبوا من يدهم ايد ليليان وليليا محمد صدوب داك الطلب دياله متفاجئوا قال لهم بلا سباقين صغر ولكن مش مشكلة يخد الرأي دياله ومديك ساعة يجاوب عليهم مديك الساعة محمد تصل بمالك اخبره على داك الطلب ليت البود فرحات مني قلاله قتلوا ادهم تبارك الله رسيد الرجال رجل يعتمد علي يقدر يحميها ويحافظ عليها وتعطيها لي وانت مغمض عينك ولكن مازين رهات قريبا ما يفرقش على ادهم إلا في حاجة واحدة مشكلة ضرورة يخدر نكلم فاليليا ولكن ما توافق بابا ديك الساعة تخلع صغولة شنوا بنتي ماشيش حاجة اللي كتخصوك يا راجل لا غيه وماما مام هارة ماشي بحل ماما ناهد لا ولكن لو كانت ليليا تقدر تحمل ديك الساعة هي ليها القرار في الأول لمازين والأدهم مكانش مغين يعلموا حسان ولمعلك بشا ميكونش فائح راجليهم ولأنهم حلها كبالطريقة غيه يتغطوا على البنات بش يوافقوا ديك الشي لاش ويش فاهضروا مع باباهم ديك الساعة بشاهم مباشرة عند حسان معلموا قال يوم حسان أحسن ما اختاريته الله يفرحكم ويقول له ولكن مشكلة وش مدام نيذين غتوافق يقول اللا ديك الساعة ويقول له أدهم بيلا ما زرها من تمسك بالبنت بزاف وهنا فعلا غتكون مشكلة كيقولوا خمت وافقش ماشي مشكلة غيتزوج بيها وأنا قادر أن يعيشها بخير وعلى خير ففين غتكون المشكلة دست قريبا يومين ومشات مالك هدرت مع أخواتها مباشرة وشرحت لهم الموقف وقالت ليليا أنه مازين إنسان بزيان راجل ويحسمد عليه وكي يبغيها ومتأكدة أنه ما غيسمح شي واحدا أنه يبرزتها ويقول له شي كلمة ولكن ما صعيبة بزاف كتشوف للناس ومتأكدة من الفوق الفوق وعد ما غتمنش أنها تتبرزتها وتجرحها بالهضرة وتحاولت بعدها على ولدها وإلا كانت قادرة تتحمل على قبل رجلها هتكون معاها وغتساند هولا ما كانتش غتقدر إذا بلاش ما توافق ليه هي كانت تحسب الحيرة عاد بيتقول لعمالك أنا ماشي قاسدا نخوف كلا أنا كان وريك صورة كاملة إلا وافقتي لما زلنا رحنا كلنا معك غالي المشكلة ما يمكنش نخليه ويقف ضد ماما شمسي دابا؟ أنا خايفة أنك تعييي نفسيا ولكن إلا خلصي الموضوع ببساطة تقدري تربحيها بالقلب جيالك وأنا واثقة فيك ساسمات العليا ديك ساعة ويتقول لها بلنا موافقة وديك الساعة تصل بابا سمع لك بأدهم وباللغم الموافقة دياله وباللغة سمع زين وقال لهم بلنا يقدر يجوه في أي وقت وكيف ما كان متوقع بابا سمع زين ملي عرف بلنا جنات علي وقتلوها مل قتيب من الدنيا كلهم إلا اختها ديك وبالتك تغوت سمع لها تايف والأخر ويقول لها كنت عارفة شي اللي غديري ويسال علمك بإلا غدين زوج بيها وما تقدرش منعني لها شي حاجة من غير الموت وخرج وخلاك تغوت سمع غواته وخارجي كسع وخصد البمورة دهز أيام هم شو العائلة دي الحسام مخطبوه لينياب وليليان ووافقو وحدو المواعد ديالهارس ما بعد شهرين ودهز الأيام وجرنا على الموعود وكان حسام حازش اللي هم أجنيحة في أحد الفنطق معروف وكان هم البنات كيدروا ديكسع اللمسات الأخيرة على المظهر ديالهم الحفلة كانوا فغيل الأقارب العائلة الأصدقاء والبنات كانوا فرحانات صونا التلفون ديال المالك نلقى الاسم ديال حسام يجاب ويقال حبيبي يلا يلا حياتي رلع دولجا كلهم كانوا في حالة ترقب كيدروا العرايس والشابة مجموعين باش يستقبلوهم كلهم كيشوفوا مدهولين ديك الملائكة خارشة عندهم محضرون ونقص بهم في داك الشارة ليداز كان زياد قدر انه يخطب مي بنت أمه وعاد ديكسع حاتم كان صاحب وحسام قدر انه يخطب ديكسع خطوة معرام وكانوا ديالين مفاجأة المي والمعرام حتى وما يتكتب العقد ديالهم في نفس ديك الليلة قدرز عليهم أصباء آخر كان حساب في المكساب دياله وتسكين صوني التليفون بلا وصلاوا الميساج محلو ويقرع بسكين 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 الرجل مني كتكون مراته وكت تفلالي وكتدر مع العاشق دياله من وراه وصلاوا الميساج آخر كرهنك انك معرفش المادام فيكين دياله وصلاسوا رسالة ثالثة بقي سيفية حيديوش ضربات في الراس أكيد كتدر المادام خارجة بساعة قريبا مع عاشقها حبيبك القديم شوف علي اللي كي حسب لك ناداخنتك معه والرسالة الرابعة باشفت ما تفكرش اني كنت تفلاليك هيا الصورة دياله ويا في الحضن دياله وفي الشارع يلا شوف ووجهها قاسح ضربت تليفون دياله مع الارض جاء واحد الوسويس كي اكد لي دكش اللي واقع تصاكي كيفش تزوجها وكيفش تفكرها انه بحلة بززالها الزواج وانا يمكن كنت تفلالي مش حال هادي حتى تنتقم منه ولا كيتنفس بشوية وقالس كي حاول يهدن نفسه باش يفكر واش فعل بغا تضمر لي حياته ولا كيفاش وجوش كلمات ما عرفش المصدر ديالهم وكيقول مع رأسه تهدن سير بعده وشوفه شن واقع مالاك عمارة ما تخرج بعده بلا لإن ديالك ديما كتقلك على كل خطوة كتديرها بلا ما تتخليها كتزش حاجة ما ديرهاش درسه بنيده وكيفكر طلب من السكرة انها ديك ساعة تطلب ليه القصر وتحول ليه الرقم دياله استماعه كي حاول يهدر بهوده جوباته ماما سولة قال له دوزين يا مالاك تلفون دياله بستوديو تقول لهرها ما كاناش حبيبة قلت خارج لشي بلاسه وغادي ترجعت قريبا شي ساعة ما زال ما رجعتش غمض عيني ديك الساعة والقلب دياله والدربة دياله كيزيتو ديك الهواجس بديو كي كتره كتر ديك الساعة آخذت دياله طنوبيل ونزلت غياء مباشرة للقاصر قادمة معالتها تقليه من الارجات وطلعت الفوق ما غدوش وقعد غدية تنزل ومباشرة لجانح دياله لقاها محطوتا على السرير نفس ديك اللبسان لتصورت بيها احس بطوخها سيطرت عليه قلسانه السرير مقدرش يتنفس حاس بقلبه تحرره تجهت واحد الميساج للمالك ويقرعه حبيبة ما تنسيش تمسحي تصور دياننا ليس تقراج لك شايفه كانت وقيت زوينه وكانت منه متعتلي شعليه عدل مرة عدرتك حيث كثير شغولة بالعقد ديان لاخوتاتك ولكن مرة أخرى متقيت شعطلي في البيت اللي كان حدا قارسة كاتبتع سمني كاتبتع رأسا ها 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 مزيانة في كنيت ايو بصحة كاتسيح وسام ايو اذا ما نشوفوا الضربة الثانية في الشرف ديالك ورجولتك شنو غدير فيك اخيرا غرحي ذك من ترعقي ونتسفك من الغرور ديالك والجابرود ديالك علينا وتفكرات مني كانت زقال سمخة مراقبة ما لك حسا عيطت لها الخديمة وراشي حاجة اخدت لها التلفون ديالك ما يتسد وديك الساعة دارت وحد الكونت جديد عليه وش كل من غيرها نيذين مراس عمو الخارجة ما لك من الدوش فرحانة ومعات المخصصة كي بلغتها لا سريش هالتلفون دياله يتبساس محبيبي في سري ما بكري ديالك تقرر منه مالك ايان ولا مالك يلا تدرس يدعلكت ويتنفض بطريقة اول مرة كتشوفة بحضل عنف شكل فيكتي كيفاش كتخورجي بلا ما تعلميني وليش تلفون ديالك كان مسدود ديالك الحالة دياله اترجماته انه كان خايفة لا يمكن ورعتبساس مات خبش شوية واشنو شأنف ستحقيقوا لاشنو سؤال وجاوبين يعني قلتلك فيكتي حساس من ديك الهيئة دياله وطريقة سولة غريبة معا انه شي حاجة ماشية هادي كويس كله علشنو فيها هاي حادي خرجت تلفون ديالي مكانش بسدود غيم كل بلاسة الليكس فيها مكانش فيها انت غنت وصافي تكشير اش كان قللك عادي قلش مني غادي ترجع هاتين قللك اقطع كلامه محطرشة قويه لوجهها سطحس على الارض الزعينها فيها مندهول بدتكات مسح الدم اللي بدك يخرج من داك الجرح اللي كان في شفتها حساس تكدربني ويجرى من شعرة تغوتات ورغم داك لألم دياله بدتكات تضر معها بشوية حساس حبيبي شنو كين محلك بدك يضرفها كيترش فيها ويا ما زالك تسول وكيترب شكول اللي يقلك حبيبي صافي المسرحية سالات سالات المسرحية كان مغيب على الواقع اللي كيشفق انتبو يا ديك اللي ميساج اللي وصلو وتصور معاها نسألنا ديك اللي معادابة يا ديك اللي كأشقها ديك اللي سمحات لي الوقت اللي كانت كتضنو من لخالها الإنسان اللي وليتبعه بش كي يستجدي من هذك الحب والاهتمام صرخة من الألم والخوف كتتخرج من عندها مالك حبيبي مالك ويجعب الحسب الكارة ما دياله تجرحات مصخل خينة كلكم بحلم حال تتكتشوف في خايفة الحمري ما نقدر نخونك ديك الساعة طير تالفون دياله حلو ويوردك تصويرها تتكتشوف فيه ما عارفة شنو واقع شنو حتشي شكو ندرهاد الكوطة دا في سميتها ما عارفة مالو ما فاهماش شو يتقلو انها ما عطاهاش فرصة اننا تكمل كلامها جرام لنشعرها خرج بها كاكم جار جراوية كتحاول تقوم غايد دولي جاربا فضروش جارها تخرجات مي ومارام على صوتها على صوت غواتها وحتى ماما قملي ماما غشفت ولا تكتغوت حوسان تلق من الدرية شنو كتدير تلق من مراتك واشحبك يسي وقدك يغوث ماما سوحد ما يدخل لا 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 تلق من الدرية غا تقتلها تلقش من مراتك دا تكتجري معي ومارام كي حاول يفكو غايدو من على شعرها وكي طلبو فيه باش يتلقها ووال ووجر ويا كتغوت حسبو حد لألم وحسب شعرها غايتحيد لي في الدوم ما عارفة شا حوسان ما عارفة ووال وما نقدرش نخونك وكي تغوت كل شي كي يشوفو فيها شما خيانا دي كي تصدر عليها كي تغوت تغوت لدرجة أنه ممار سابعة وكنتطر مفكس وماش يتلق منها وجهال كعب ديك المال بحدي الهزوين كله وكانوا مشوهين منطر مديال وين كترس ما بقى كيترش وجهال كله تنفخ كتغوت وكتدعي فيه مع ما هوال وكتقول له ما انت مولدي ما لا كان عارفك قلبي غضبان عليك وكتغوت وكتغوت اول مرة كيغوت على ماما كيقول له هايدي من قدامي هايدي ضاري وانا حور فيها ما لك والرغم من داك الالم اللي كانت كتحسب بها تعب الجسدي والنفسي كانت مرعوبة للجنين ديالها والجزء الاكبر منه خايفة للعيش ديالها اللي كيتألم قدامه ومعطيش فرصة حتى انني تفهمو شنواقع وبخرجها وكتتحامل عن نفسه وكتغوت على ماء معي اعفك جبني الاسدال جبني الاسدال لحا برا القاسر وطلع واخلاها خلاها كتغوت وطلع ولا كيهرس وكيهدق ديال اي حاجة كتجي قدامه بحي نبغيني بحي الاثار ديال لمندركة آملة ومه ديك الساعة تصلت بأدهم تبكي قتله جري جريح 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 أدهم تخليع عملة وصل تمكينا قام عملة تبكي واحد روينة تمكينا في القصر كل بلات بخلو عين عاد بي تقول حسام ضرب مالاك واجرع عليها في ذلك الوقت مالاك كتغلس 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 عاد لألم لحسها في قلبها أضعاف مضعفة في كل وقت راجع موراد كتغلس وشي حاجة كتتتحرك كشي مرة لابس الكحل وقف كيسول لاش اختي وقف هنا معت اللي فتاة عنده مالاك سكي يصدم شكي مالاك شكول يدار في الحال هذه شنو واقع موراد اعفك تيني غيب ان اعفك قرب منها محصب مالاك هنا يجب ان اترك لك واناك نحن لماذا ركب سمع موراد في السيارة تصعر كاسبك والمك واناك يشعر مالاك لا لديك كرشها خايفة لا لا مالاك غريب مالاك سيستطيع لا لقد يسمح ما ينقص منها بكلمة ولا على هناك في كان سهلا خايف وارجع كيسولة شكونت وياتقله حسام تكسعه ويفراني لدرجة انه ماله اقدر باتجبهتها مع الزاجة عسادر ويقول له كيفاش حسام ميمكنش وليش غيديرفك حسام هكا ما عرفتش كي قولي يا بالله انتو اقيد رفيه ما عرفتش اشنه ليوقعه كتبغن بقاغه ما عريباش نفهمه ولكن خبس هيقتل ولده وملي غاي وعا غاي ندم لسا قاعدك شي اللي قالتولي من غير ما يغاي كلمة واحدة واش انتو حاملة يلا عرفت اليوم وكس بغن دير اليوم وفاجأ ولكن وقع اللي وقع عمريكت غنتخيل غنشوفوا فات الحالة هادي غفتنا درم بعد ما درمنيش كأنه ماشي ولده ويحاول يقتله وذيك الساعة يبقى حياته كلها نادم ما عرفش اشتاها شنو غاي يقول لها صافي حاوليت هدني اتدامه ان شاء الله منغده كل شي غير جاكي مكان نوصلك لداركم ومورا ارجع نشوف شنو باقع لا 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 دارنا لا لا نرجع تنزم هكا عمور ما يخلوني رجعلي احفك احفك انا بغان تطمن على ولدي ومورا تطيني لأي بلاصة اي في المكان شوفهم توقل شي كيف المكان غيم ما يرجع لجسم ديالي الطابعس وذيك ساعة نشوف حل اخي الله واخر مقدرش يخليها في ذيك الحالة هتحصل عنوان ديال الطبيبة ودخل معها هتحصل عنوان ديالها ماذا ما لك؟ اش وقع؟ ويتشر لي على وجهها ديالساس بسعب ويتقل لها تحت في الدروج وكتبا غنطمن على البابي ما فهمتش تفضلي تفضلي ويتشر على موراد هذا رجله؟ لا ماشي هو غيهي رجلي ما كينش دابا كشفات على الطبيبة ويتقل لها الجني الحمد لله رابي خير ولكن طبعا هذيك التحاها هذي غيكون فاعلية تأثير من بعد تي محتاجة للراحة تسامة خسكت ناسي على ظهرك المدة تجوت الأسابيع تحركي غير الحمام للضرورة ما كيش حركة نهائيا ما كيش علاقة زوجي هذي فترة هذي سمعتيني؟ مهلاك حشمات من الموراد اللي كان جالس اما موراد حتى هو حشمو هبط وجوه ويتشوف على الطبيبة شوفي لك تي خايفة على البابي خسكت معي الكلامي يتنفذ بالحرف الوحد كما زال في الشهر الاول في شهور الاولين وقال الله حفظه صافي ونجدك من الطيحة سأخذي العلاج منتظام ونشوفك من الأسبوع مورا ما خرجو من الطبيبة داز مباشرة الوحد تشتبه سيبر مارشي شرب الزاف ديالت خرباق ودهر الشوقة اللي كانت خاوية تقلس فيها اذهم بعد معودة تليمه ماش نوقع طلعها لعندودك الساعة الجنح ديالو القاعد الدنيا كلنا مشخشق في مجال تضلم شي ملك ثم نقلت لك عينتي ونحاولت للبرة القصر مع الأمير مع التليفون لا تفكروا حتى يمكنه أن يقع لي كيف شعرت و انا سوف اثبت لك انها بريئة او انك اضلوتيها و وريني كيف هتقدر ترجعها مرة اخرى خرجوا و خلها ها كاك اضربوا بحل شبحلة ضربوا بشي خنجر و خلها بلا رحمة ولا شفاقة خلها كيسور فراسوش فعلا اضلوها و اخسرها و الوقت اللي مراد وصل الملاك للشقها ديالو كانت شقها راقية مع دخلات قلسات بغدت تحطط راسة او شي حاجة يتسارح و يطلبوا مراد اهفك يبغيت او حد يارف بلاسي مهما كان كيف مبغي يكون صحفي بان ما يكون باخير و عدنا مراد كان وعدك رغم ان هاتشي كل شي غاي بدي يسؤول عليك ولكن مش مشكلة ليريحك ديري اجي نوريك البيت ديالك و دخل يسبيت لحويشك الزاحبين ما نوجد لكش حاجة لشربية دخلت فعلا لما لك ذاك البيت عد قل على مراد الباب و دخل تعطاه شي صاشيات هاكا و عد سوم لسولته و قل لها باللارة اصلا ما عارفه مش اش نوع اطلب غا من البنت اللي في ذاك المحل شي حوي جات و يلي خداتهم على دوقها قد فعب عيد ديال الدار ايستال ديال الصلاح حويج مريح الدار بيجامات ديال الدار شكلاتهم بمتينين و يتقل له مراد ترك اخويا اخويا اللي ما عنديش حسن شرك نعمل الزوجة والاخت الله يريح قلبك دخل المراد للمطبخ فعلا ما حسار في الوش نو غايدل ليها ما عارش شنو غايدير جبت شوية الدهسر بدك يغسل فيه قد لها عصير عد طيب دغية و حد شوية ديال كفيزة هكذا رب الزربة و ده لها دك شيف بلات و قد لها و ده لها البيت ما عارفت اللي هو قصي بغي يخرج مع عندها مراد و يتبعه مهلا مراد دار عنده و يتقل له اهفك و رد بالك من حوصة ما خليه معك خليك معاد الفترة هاتي شفت شوف اللي خرب حسيره و يقول له ما زالك تفكري فيه و خد شلي دارو فيك شفي وجهك يشوهولك عبطات وجاوية قد تقول له الحس بي و عارفة انه شي حاجة كبيرة اللي يمكنش يفكر هكا اكيد اكيد صاح هو ده بغي يكون كيتقلم ولو لان خي فعله ولده ما كتشغل نخرج كتشغل نقمعها و خي يضربني اخي سلت ضربة تجي فولدي و يموت لي داك الوقت نفينت كانت تاني فين كانت تكدوه في التليفون داك الشي اللي بغي نخططنا ليه وقع ضربها و نجرع ليها خلي وجهها كله من فوق دا بغي نرتاحه منه و انخواتاتها ما يوكدش شكله درسي و اشنو بغتين خلي ولدي رتابط بوحدة بحاله و نسكت اكيد لا دا من بعداتش الوقات هائلتا ما غي يبخلي و شو ولادني و ولادنا بزوجين بناتهم اكيد غي يخافوا عليهم تاوما وهكي نكونوا ضربنا عصفورين بحاجر واحد مورد فعلي رجال الطار دراسه بحل ما عرفوا هالو عودت ليه موال تحت البنات و طلع باشي طمنا لحوسة مقافوا حد الحالة يرثى لها مكسور مشروح بحاله تماما بحل ملاك و عيني كي يبخوا بكل شي لقاء ادهم ما زال معه و ادهم قلو بلاديجة بالملاس عارف ان ملاك مكيناش في الدار و خايفين الهلافين ممكن تسكون و في الهلاسه و بدك يحس بالخوف كي يدخل معه كيف يفكر كيفاش خرجات ما عنده والو مكين قدي تسكون بشات بك تعرف ساشي واحد من غيره دووز مع ام ورد واحد لقيته و ارجع بالليل اللي عندما لك معه دخل و يتسهوله دك يعود لك يخلقه تكسع شعقات و دارت الدالة في امه والله مدرت شي حاشا انا مشتشي واحد انا كتغي خارجه مرة واحدة اللي لبس هذيك اللبسة لبسه اليوم و صافي مني شكيت بالله حابنا و شيت للطبابة باش نتأكد و اللي كتخارجه تلقيت مع واحد راجل غريب قال لي اطلب اني نوري العنوان من غير دووز و قفتها هكا و شرت لعنطرق و صافي هاتشي اللي كان انا كان خاف من الله عمري من قدر ندير شي حاجه بحالك و من غير هذا الشي انا كان اشكرها راجلي موراد بتقي بقى كي دوونا دارتها في راسه فعلا دبال برامج ديال الفبركار كينا كتيرا كينا كتيرا كينا كتير من الناس اللي معدومة صدامير قدروا يصوروك دغية و سيفتوا صورة ديالك و شي واحد اخر يقعد صورة كما بغا انا اللي قهرني انو تيق هاتشي رغم انو عارف الاخلق ديالي داس ايام طويلة والحال على ما هو عليه ما خلوا فين قلبوا عليها و حسان حالته غدا و كانت اخر و ادهم ديما معه ما كيخليش لانو خايف يدير شي حاجه فراسه حسن النار اللي شك انه ممكن تكون عندك الشخص اللي القتورته معه اللي هو الشخص اللي خانته خانته ناده معه حسن الاخر اعترف لي بلا كان بغي فرق فعلا و حاول بجميع الطرق ولكن اصلا ما سمعت لي هو براسه يقلب عليه كان يحسب لي الرعاة لدارهم و مالقاهاش رجع ديك الساحو سام حطم حرف راسه بلا فقدها و بس ما سمعت لي اصلا ما سمعت لي و مالقاهاش و مالقاهاش و داس 13 يوم تقريبا مراد لي لكينا اسمع مالق في شقة مرة يرجع للقصر و مالقاهاش تحاول متهضرش مع شي واحد باش ميقدروا شي تسبوعه من خلال التاليفون لان معهم اذب و اكيد سيقدر كيفاش يوصل لها حسن مني و حد القيسة والو و الاسكتل في مراد باش يخليها يخرجها تشوفها و حوثها من البعد و من البعد في الول كان يرفضوا و لكن في الاخر قال لها اوكي و لكن غالله يحفظوا صافي لعرف بلانا اللي كسم خبيك ديك الساعة غايكون نهاري معاك حل و فعلا خرجها مراد وقفوا بهيد في السيارة تياله قسمع راقباتها تمنازل من الشركة تحل توحشاته بالساف وتقلمت و يكي يشوفه فنية ديك الواسامة و ديك الشياكة كان بحل الطيف ديال انسان الحياة دياله طويلة الهالة السوداء بينات حسيني بحل ما كاين عاشش و ديك الشوف دياله كله حزن و ألم غشافت و بتسكت بكي بحرقة على ديك الحال اللي وصلوا ليها يلا بغا حسام يدخل السيارة دياله و لكن شي حاجة خلاته و كيوقف قف قدر السيارة و مركبش كلفت بحل حسب الوجود ديالها و بحل الريحة ديالها جاهت و مع ديك الناسامات الخفيفة سلت لي بحل بدك يشم شي حاجة غريبة ديك الساعة تقرب منه الحارس دياله و شنو كاين و يقول له هو الوالو دريدو على قلبه تلفت ديك الساعة اللي يصر و يقول مالاك نفض مورات هالديك الساعة ميكاش يكون حسب الوجود ديالها كان ديك الساعة قراب اللي كيقل مع رسو كل نهار كمشي ما و كركب مها دي كيفاش حسبها دابا مالاك تكتك تشوفه بياه كاتبكي في المكا ينتقس ميزة كاتبكي يكسر تبدك ينتقش حل و مراقبينه ديك الساعة و ينطلق حرك مورات سيارة الدار اما حسان كان متأكد انها كانت قريبة منه كانت قريبة و بحل شو مريحة صباح كانوا في الشاركة كان عندهم شي مع ساكيسوني التليفون ديال مورات ديك الساعة و يخنزل في حسام لانهم غالبا كيسدوا التليفونات دياله منه يكون شي شي مع مهم ماشا في الرقم ديال المالاك ديك الساعة و يقفز اعتدر منه و يخرج على برا كايجوب ديك الساعة القلي تصلت به هي السيدة اللي كتبقى في الدار مع المالاك الوقت اللي ما كيكونش معها يلي كتشقاه كتنطاف و كترد البال منها ماشا تصلت به ديك الساعة و يتقول له بالله ما عرفوش اش نقا لا تلقاتها طيحة للارض و فقد الوعي ديالها ديك الساعة تخلع و يقول له ده برغة جيل عندكم ما اخرش كي يجري ما كانش عرف ان حسام كان وقف مورا ما سمعش كلامه حرفين ولكن كان سابع و كيفش كي يضار كي يحرك في الده بحلها مخلوع و تبغو بهاي غرفة شنو كين حس بحل كين الشي كارسة واقع مورد كي يسوق و حسام سابعه و بلا ما ينسبه له ماليوقف قدام ديك العمان وبقى حسام من تحت كي يواقف كي يتسنى شنو عديوقا خوصصا عنه شافو ماركنش سيارة دياله و خلاغي في الصفت ثاني بقى واقف شوية كي يباليه نازل هالشي مرابيني دي صغرب و شخو مزوج بشي وحده فصير و معارفين شو لاشنو ما يمكنش و كي يتقف خوصو حسيرهم ديالهم لي يلا كيتحرك موراد و تابع حسام تقيت تصل بيه أدهم قلو بلا عرف اشنو واقع شاف الكاميرات اللي كانوا برا القصرف تكن نهار بالطبس كين في حد شارع قريب نسمى كي يباليهم بلا موراد و اللي هز ديك ساعة مالك عاد و يفهم ديك الساعة حسام شنو واقع بقى كي يسهوا راسه يصراح لش ما قلاش لهم لش ما طم منه مش عليها معاوقف حسام سابع موراد قنتم ديك لعيادة شافوا هز دي ثاني ما فهموا له تأكد انها مالك ولكن ما فهمش هلاش خو كدب عليهم و دي المدة كام لو كيشفو كيتقلم و بخلي على ديك الحالة ديالو ساكت وشي اللي كانت رافضة انه يعرف بلا صفين كينها ولا كتعاقبو ولا اشنو ما عرفش اشنو بقى تقريبا نصاها و كيدور ديك الافكار فراسه طيب بعد ما نفهم لي في حساس مالك القدق ديالو مرسفها بزاف في حساس بداتك اتخاذ مالا موراد قاتله فينه واخوك فينه وارجلها المرة الحامل محتاج المراعية محتاج الاهتمام والحالة النفسية ديالا اختي تكون نيها ديك و يتقول للمرة الجاية ان شاء الله يجي معاها و نحاول انها تحسن اكثر من هكا اخر اندار بغيت نشوفه المرة الجاية يكون معاك و المرة الجاية نشوف تحسن كسر من هكا و خرجات مالاك من العم الطبابة و يمسند على موراد باين ذاك المرض على المعلمة يحسن مشي ما قادره شمشة حساس كان يشوفها بحزن كيشوفها و هي نازلة يوئة ولكن تسماهل بغي ينزل تسماهل بغي يعرف اشنو اقع و يسول نفسه يسرى اشنو كانت فين كانت طالعة ثم اصبع مرة خرسات اندار معها تخرجوا و نزلوا عندك الحارس العمارة و وصلوا على الشقاء دي المراد و نعتلي و اصبعهم و مع صونا حلبة بموراد تصدمه يلقى اخوه الكبير مباشرة تصمر من تصدمه كان يشوف الاخر شحيح عاد و يقول له حسن ما غادي يجي تخني يا ولد ولد ميبه و لشنو توتر مراد من ذيك الشوفة تفضل تفضل تخلى اخوه بدك يشوف نظرة سريعة على ذيك الشوقة قلبه بدك يضرب يقلب علع بعيني مراد و يشوفي بدك العيتاب انا شدرتي معي هاتش علاش و يقول له دخل دخل و غادي نفهمك شنو وقع كنتمنى انك تعذرني علاش نقدر الاستخفام ديالك من الانم ديالي كيفاش قدرسي تتحمل انك تشوفني هكا دلوقت كامل كتشوفني و انا كان دور على راسي محل الحمق باش تلقاه ها يلا تفضل تفضل انا انا اسمعلك هدر شنو كاي عود له كل شي و قلبه بقول له كاي يخفق كيسمع داك اللي كلام كاي بقول له كي يحس براسه بلا 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 اهداه بساف كيفاش مستشعرش ديك البراءة ديالها مكنش قلب ديك البراءة ديالها مكنش كيفاش كنت كتسهول عليه رغم داك شي اللي داروا فيها دي ما كان تطمن عليه كاتش كالغيفي وهد البعاد اللي بعتعتوا عليه هي علق بالولد و باش ما يطيحوهوش بدك العنف دياله و لكيا صر عيني قول معه راسه سحيا وانا حسام ماشي انسان مينجي بتي بديك القصوة كاملة كيفاش كحالت قلبك عليها ويرجع سهوله شنو قصت طبابة الحمدول الله غيد تغدية لك انا عالي و بني شافتك البارح ونفسيتها عيانة بغي نعرف حاجة واحدة وش حسيسي بها البارح و لكنها واقفة وشوفي وشكته البارح قمتها بشركة وشبتها باش تشوفك قد كتطلب فيها و حيت وحشاتك وقفات حالوية تشوفك حسيت بالوجود دياله عرفتك هيناتم شوية وعرجع خنزر في موراد علش ما قلتيش ليش شنو كايم قد تشوفني كانت تعدى بقدامك لماذا ما طمنتينيش علىها غي رحت وانطاق رات طبيبا قلت على قبل البابا ما ينزلش دروري خصى وسبوعين ساحد ما يقرب لي وعد وعد شليكين ونصافي بدك يتلفي يا عافك اخويا عافك اخويا ما تكعش مني على مصلحتكم انا اتصرفت على اساس المصلحة العامة وسيئة كانت خايفة مرضات الفعالي خاك يشوف فيش حال وانطاق 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 تسمح لي بعد الوقا وانطاق تسمح لي اصلا ياريك انت خايفة عليك ويغمزوا نحن نرى مسيطرين ساعدت دق حسان في الباب ديال بيت اللي كانت فيه يلا حلات الباب نعم مو تكيب هلا حسان اخوة قدامه حسان تحدي انا وانطاق تسح كين هنا ديك الساعة خانتو عيني وابدكي بكي دوعا كي يسيلو بلا ما يتحكم فيهم الزراسو كي اكد له ودوك الدموع ديال الندم ودية الفرحة في نفس الوقس هل ساعدت انا وحطة تلك الدموع وغمض عيني كي ياسرهم وهو حشتك بالصحف جرد اكسا على النقهة مكره شيخ ببابين اضلعوا اه حبيبا كنت عرفيش حالكنة كانت ساعدة واتبادة لي كانت موسب لابي كل اليهر دكيبوط لأيد ديها سمحيلي حبيبتي سمحيلي وينجرد عمل اتفاقك انك سمحيلي اشش صافي لا يتجب الى الوديه انا هذا الوديه كامل وكانت حصير قليلة وممكن ان يكون شعورها ومستحبتها ودهت السيامت قريبا وانت ملعنة طباية ملعنة دروري تترجعك ودخل عندها ما عشفتها كتطحك ومتطعك ويتقله اعكد انت رجلها هزلها راسوها كيب ساسم يتقله باين تأثير ديالك ومتطعك 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 ولكن الحمد لله يالله 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 اجي باش نفحصك ديك الساعة حوسان مزها وقد نفوق ذاك البياس وقسات الدكتورة بدأت تقدليها وذاك الجيل باش دلال فحص وحوسان يشوف الصورة ديال بايبي والصوت ديالدقات قلبه يضغط على يدها شفية تتحللها باس لها راسا اتناس الوجود ديال الطبيبة اللي بساس مات اما مالاك في مونجزها السعادة فرحانا ان الحمد لله بعد ولدها رهبا يخير ورجل حبيبة راه حداها قلسات الطبيبة من بعدها للمكسب ويدخلهم الحمد لله هاكده تزنمى حالة الخطر ويتشوف حسام كانت منه ما تتكررش هاد الحالة هادي لانه اهم حاجة الحالة النفسية ديالها اهم حاجة الحامل نفسية ديالها متخافيش هادي المهمة ديالي ومدت له يديها في هادي كله وضانه تخنام عنده ويتقله ومدت له علاج وستحاولوا تتخذي منتظام وستقدروا تعيشوا حياة كم الزوجية عادي ولكن نحاولوا شوية لنفسنا ويسووا لحسام مكنش هلاش خطر لا لا الحمد لله كل شي وادك والحمد لله على اسلام سا وكدوز الايام ما لاك الحمال جا تغب الناس بغا تبقى ناسا غالبا كتبقى غفل جناح ديال ولا كتنزل كتبقى متكيا مبقاش كتحسب حسام كيفيق ما كتشوفوش كيرجع كيرقى ناسا ومتفاهم هاد الشي ومخلي على راحة كانوا العرسان ديالن الخرين سافروا لشهر العسل وكانوا واعدة انو مغير رجعوا لالخرين لكني سافروا حتى هوم بحد الليله ناسا بهدو سكت نفض على واحد اللقاء قوي عكردك الهدوء ديالة تتفقه حسام لديك العنج ديال حركة دياله ويسول ملك الحبيبة حسب شي حاجة شوية الحرقة او شوية وغاديمشي ولكن كيفيق اللي اذكره كتر مره مره ديالة حاولت تسيطر على ذاك الهدوء ديالة لالا عادي ومركرة ممكن ولد في اي لحظه لذاك الهدوء تزاد تزاد ويكا تكسم في الداخل ديالة باش ما تخلعوش تنزل من السرير ميشاف وجهه ولا بيض لديك ش حاجة دخونة شربية تخفي فعلك الحريق لالا حبيبي صفحي كم من هاسك ما زال ليلة ثلاثة ديالة صباح دابا سيطلع نهار ومشو عطبابا طلعتها كم سنده على الحافة ديال السرير باش دخل الحمام ويوقف قدامه سنده عليا وللزك لا لا بقى شويان انت حركنا ها تدخل يلا بغى تدلب ولكن رفض ويدخل معا حسان ما تخاف شخصي خلي لانة خلي المحلول صفغي غير لا لا كنت مانيني عيانة خيفة انها تتكلم المتخلص في السرير الساعة تتكلم المتخلص في المستشفى حبيبي ايت الماما انا كان ولد لك ساعة تقلصت على السرير بدكي عاونها تلبسها الضغيغة لإسدالتينها بالزربة دلل وحط بانطفة في رجلية والزوت ما غاديك يجري بها البر كل شي فق على لغوات ديالها مراد ولي ساق لي اني حسن بقاش قادر حسيت مالك الأعصاب دياله ولا يسوق كل واحدين غاديين في سيارة عمش هوجود ديال السيارات كلهم غاديين مع ويترق كامل ويكاس بكي وتاكل حريق شد فيها مزييرها بزاك كثير من القياس دازل الوقت ديك الساعة وكانت دخلت فعينا للمستشفى ودخلوها مباشرة لغرفات العمليات دازل الوقت تخرجت بين موطم بناتهم قتليهم الحمد لله على سلامة المادام وعلى سلامة الولاد الاخرين كلهم متصدموا لأنهم كانوا مخبين عليهم بالله كانين توهم ولكن ما كانوش هم عارفين توهم واش بنات ولا ولا ولات تاقتليهم بالله اه تويز وولاد اول واحد دخل عنده بحوثهم طمان عليها شد لا يدى ويقول له الاسلامتك حبيبتي الله يسلامك حبيبي كل غوثة مني كانت تتبع لي قلبي من الداخل ماشي مشكيل كله هون قدام ديك الدحكات ديالهم شفتيهم ويشفتهم خرجاتهم من المماردة شفناه ويبوص لعراسة ده بس شنو غد تسميهم شنو رأيك نسميهم محمد ومحمود إسم بابا محمد وبابا محمود اللوالجلل الوليدات مني شبحوا كانو كي شبحوا الليليان وليليان محل اولادهم ذو العينين الزورق اللي ستحرل بحق ده البياض بزعب وموراد ما شفهم ويقولون وغايطيحوا انه السوق اشتركوا في القصة اشتركوا في القصة اشتركوا في القصة اشتركوا في القناة